السلام عليكم أصدقائك في حالكم ومدعمين على قناة مستر كرتو وفيديو جديد على قناتنا القناة مهتمل بأخبار العمنات الرقمية طبعا اصدقائي بهالفيديو راح يتكلم عن البيتكوين وعن مؤسس عملة البيتكوين اللي هو ساتوشي ناكاموتو طبعا اصدقائي اليوم بعد غياب أكثر من خمس سنوات يظهر ساتوشي ناكاموتو ويتكلم عن البيتكوين ويتصرح لمرة الأولى من خمس سنوات ويتكلم عن إيجابية البيتكوين وعن مواضيع مهم من البيتكوين أولا اصدقائي اصدقائي اتمنى تتغذي اللايف وشيب القناة فعز الجرس هتوصل على كل جديد في عام ومترق مجيب ولا تنزل نضم لقاتع تليجرام وراغون دو اسف الفيديو وراغون موجود في بناء القناة خاليكم معنا نهاي الفيديو احترف اخر اخبار سوق اي كريبتو اول اصدقائي اتكلم عن تحليل البيتكوين بالامس اتكلمت عن صفقة شورت دخلتها من منطقة 27000 دولار مع ستوبلوز عن منطقة 27400 وفهل الاصدقائي صفقة دربة ستوبلوز بعد اختراق واقفاء شمعة اربع ساعات اعلى منطقة المنطقة المقامة او منطقة لتريند الصاعد هي منطقة 27150 طبعا شمعة اقل من ثمس طاعز هي احتفاع البيتكوين وعمل بومب تقريبا بألف دولار وهذا الشيء من النادر لكن صار هذا الشيء نتيجة لقبول احد صندوق الاتف وبدأ العمل بهذا الصندوق وهذا السبب بارتفاع البيتكوين لكن حالي ننزقاء الموجة التصحيح بعد عكس اتجاه عن مقامة 28600 عاودنا من قفاء بمرة ثانية وحاليا نتداول عن منطقة 27800 وممكن نرجع نختبر مرة ثانية مناطق 27200 الى 27000 دولار كاعات اختبار التريند الالهابط اليوم تلتشلت دوشي ناكاموتو مؤسس البيتكوين طبعا هذا الشخص مجهول الهوية ما احد يعلم منه هو بالضبط لكن اليوم غرض لأول مرة من خمس سنوات متكلم عن البيتكوين وقال ان البيتكوين هي الى اصلية وعلى المدى الى اشهر التالية سنستكشف جوانب المختلفة التي لم يتم تضمينها داخل الورقة البيضاء هذه الجوانب كلها هي اجزاء من البيتكوين وهي مهمة جدا وقد تم التطرق الى بعض هذه الافكار في السنوات الاولى الان هو الوقت المناسب للاستقراء والشرح طبعا الزقائي عم يقول انه في الجوانب كتير مهمة حاليا ما احدا بيعرف عن البيتكوين ما يجب ان تتكشف بالوقت الحالي طبعا اعلم كتير من الجوانب الايجابية تكلمنا عليه في البداية السنوات لكن لا يزال البيتكوين الغامض ولا يزال فيه جوانب ايجابية اكثر بكتير نازم يتكلم عليها وهذه الجوانب ما كانت موجودة في الورقة البيضاء بالامس اتكلمت عن الفيديو عن مؤسس كتاب الابر الغني وابر الفقير وطبعا نحكى انه البيتكوين هو وسيلة محاربة التضخم ونصح بشراء البيتكوين والذهب والفضة للتخزين مدى بعيد حاليا اصدقائي هاي اخبار بالوقت الحالي ممكن هاي اخبار تسبب بارتفاع البيتكوين او ممكن تام الحركة للبيتكوين حتى يصير عندي نوع من انواع الفومو زي يعدى في الفوليوم اصدقائي مخلو نصنع هذا الفيديو لا تنسى تشترك القناة الخارج الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة